منذ اليوم الأول للحرب في أوكرانيا والرئيس الأوكراني يلاح بلا كلال للحصول من الحلفاء على مزيد من منظومات باتريوت للدفاع الجوي فما هي خصائص هذه المنظومة ولماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني بشأنها؟ منظومة الباتريوت واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في ترسانة الولايات المتحدة هي منظومة دفاع صاروخي أرض جو مصممة للتصدي لأهداف تسير على مستوى مرتفع ويستند أساس عمل هذه المنظومة على المدى البعيد حيث تستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلو متر وتستطيع الباتريوت من طراز باك 3 MSA إطلاق 16 صاروخاً يصل طول الواحد منها إلى 5 أمتار ويحمل رأساً متفجرة يزن 73 كيلو جرام تتألف المنظومة الواحدة من جهاز رادار متطور قادر على رصد نحو 50 هدفاً في آن واحد ومنصة إطلاق صاروخها بالإضافة إلى وحدة قيادة وتحكم ولكن في مقابل هذه الميزات يعد الوقت اللازم لنشر هذه المنظومة وتجهيزها من أبرز نقاط ضعفها إذ يحتاج تجهيزها في وضع القتال أو وضعية القتال لنحو 30 دقيقة بينما تشغيل المنظومة كاملة يستلزم نحو 90 شخصاً عاد عن ذلك فأن تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد تبلغ 3 ملايين دولار أي أنها تعادل مئة ضعف تكلفة المسيرات التي تستهتفها وأقرت واشنطن بنفسها بأن نظام الباتريوت مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية ولن يفيد أوكرانيا في التصدي للصواريخ الروسية المجنحة وبالتأكيد لن يكون فعالاً ضد المسيرات التي تحلق على علو منخفض ومع ذلك أوكرانيا ما زالت تصر على أن أكثر ما يلزمها لقلب الموازين في حرب السماء وتحقيق تقدم في المعركة هو منظومة الباتريوت